اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من قوانين الملكوت النهاردة عندنا قانون جميل وعظيم الله شخصيا هو اللي نطق به وقاله ليعقوب روح معايا لشعياء 40 والرب بيتكلم مع يعقوب في عدد 27 الرب بدأ يتكلم معا لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا اسرائيل ومن يعقوب ومن اسرائيل هو نفس الشخص بصير رب حط اسمه يعقوب المتعقب واسرائيل امير الله وكانه عايز يقوله ده اسئلتك قبل وبعد بيقول ليه يعقوب بيقول قد اختفت طريقة عن الرب وفاة حق الهي يعني هو ربنا شايف هو ربنا قادر يجيب حقي بدأ الرب يقوله اما عرفت ام لم تسمع لو ما عرفتش عرفك ولو ما سمعتش اسمعك ايه اللي عايز توصله له قاله قانون من القوانين الرائعة في ملكوت الله اله الدهر الرب انت بتقول ان انا مش شايف وان انا مش قادر اجيب لك حقك طب انا عايز اقول لك على حاجة انا خالق الزمن انا صانع الزمن قبل ما يخترعوا الساعات وقبل ما يبقى حتى فيه ليل وانهار وايام واسابيع وشهور وسنين انا اللي اخترعت الزمن فانا اكتر واحد يا عقوب يعرف يزبط الزمن انا خالق الزمن وربي بيقول للقانون ده مرات كتير نقعد للرب ونقول له اتأخرت اهو عدت سنين وما جتش بين عليك ما بتسمعش بين عليك مش واخد بالك بين عليك مش شاي فيجي الرب يقول اما عرفت ام لم تسمع انا خالق الزمن انا صانع الزمن انا اكتر واحد يعرف يزبط الزمن تعرفوا اكتر واحد يقدر يصلح آلة ويعرف عيوبها اللي صنعها فكان بالحالة الله العظيم اللي خلق الليل والنهار وخلق الايام والاسابيع والشهور والسنين هو اكتر واحد بيجي ساعته مزبوطة جدا تقول لي لا بس اتأخر بقاله سنين قد يتأنى لكن يأتي في موعده ولا يتأخر ساعته مزبوطة جدا وبدأ يتكلم مع يعوب يقول له انا اله الدهر بسأله تعبير تاني خالق اطراف الارض يعني ايه خالق اطراف الارض قريت عن خالق اطراف الارض ان هي القطبين الشمالي والجنوبي اللي مفهومش حد عايش وكانه الرب بيقول له وبعض الناس قالوا على الحتة دي ان هوامش الارض في لغة طلعت عندنا في مصر بقالها كتير بعد الثورة اقول لك المهمشين الهامش كنا نعمله زمان نحط فيه الحاجات اللي مش مهمة وكانه الرب بيقول له حتى لو انت في ابعد حتة انا شايفك فانا خالق الزمن لكن انا خالق اطراف الارض ولا يخلو من مكان حتى لو انت بعيد عن عني الناس وتي بيقفل على نفسك ودموعك مال يعنيك ربنا بيقول انا شايف مش بس انا بزبط الزمن لكن انا مفيش حتة تخلو من وجودي وراح قال كده لا اكله ولا اعيا انا بحب الاية دي اوي وكانه ربنا بيقول له عارف يا عقوب لو انا بكل او بعيا يعني لا اكل ولا اعيا يعني ما بفشلش ما بتعبش ما بملش ما بازهقش وكان الرب بيقول لي يا عقوب عارف يا عقوب لو انا بملل وبازهق كان اول حد ازهق منه واسيبه في نص الطريق هو انت وكانه رب بيقول له هفضل مكمل معاك برغم الضعف برغم عدم الاستحقاق هفضل مكمل معاك الرحلة ومكمل معاك اللي جاي ورح قال تعبير جميل كمان وهو بيقول أنا خالق الزمن أنا خالق أطراف الأرض أنا لا أفشل لا أكل ولا أعيا لكن يقول له ليس عن فهمي فحص ليس عن فهمي فحص وهو بيقول كده يعني ما حدش يفهم زيه هو حكيم بيعرف إمتى وليه وإزاي وفين هو بيعرف يزبطها كويس مرات نشورة على ربنا ونقول له تحلها كده وبعدين تجيبها كده تاخدها يمين شوية وتجيبها كده شوية وبعدين تطلع كده عايزين نقول لربنا بس مكسوفين يا سلام لو أنت بتفهم زينا الغريب إن الإنسان يدى ربنا المشكلة ويدي له الحل طب لما عندك الحل ما تحلها وكانه بيقول لربنا أنا هرسم لك الخطوط اللي تمشي عليها وانت تحلها نفس أقول حاجة مالي يا قلبي لما تروح لربنا ربنا عايز يقول لك أنا عند حلول تبهرك وحلول أعلى من إدراكك بكتير أنت بتصدق فيي أن أنا مفيش حد بيفهم زي تصدق في حكمتي وتصدق في صلاحي أن أنا بعرف أعمل عمور عجيبة ليس عن فهميه فحص مرة أرد قصة بسيطة بس عميقة مرة من المرات في أحد الميادين اللي فيه أربع شوارئ والمرور واقف والناس مش بتتحرك على النص يا عمارة 12 دور ولد في سن عداد ووقف فوق في الدور الـ 12 بص من البلكونة لقي الحركة تحت واقفة فبدأ يقول لو عايزين نحلها تحت أقول اللي راكب العربية اللي بيتي هناك ده تعال كده واللي راكب العربية الربع نقل ده تعال كده طلقت ماما لقيته بيتكلم نفسه قالت الحبيب اسم الله أنت بتكلم نفسك قال له ها يا ماما لو اللي تحت يسمعوني كنت حلتها فاماما ردت عليه وقال له حبيبي أنت عشان شايفها من الـ 12 شايف لها حل وأنا قلبي تمالة بالسلام لما من الـ 12 يشوف لها حل ومن اللي باصص من السماء يشوف لها كم حل هو شايفها من فوق هو عارف هو بيعمل إيه أنت مسدق أنه عارف وهو حكيم ليس عن فهميه فحص فهو من قوانينه أنه خالق الزمن وأنه خالق أطراف الأرض وأنه لا يفشل ولا يكل ولا يعيا لكن ليس عن فهميه فحص بس اللي جاية بقى دي اللي أصرت قلبي ودوبتني من قوانين الله وقوانين الملك وتيقول كده يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكسر شدة يعطي المعيا المعيا هو شديد الإعياء أو اللي وصل لمرحلة أنه مش قادر يتحرك أنا كنت مفكر ربنا لما بيدي يدي الحلوين واللي بيستحقوا واللي عندهم قوة والناس اللي يستهلوا بس هنا يعلن إعلان أنه إله كل نعمة لما يحب يدي يدي الضعيف والمنحني واللي ما يستهلش وده اللي عمله معايا ومعاك ومعاكي هو إله كل نعمة دور علينا وإحنا ما نستهلش وجبنا وربطنا بيه وحط إيده علينا وارتضى أن يكون إله لينا لا وأعلى من كده أنه إحنا نكون أبناء لي وورسة للملكوت معاه كم حد فينا يقول له أنا ببركك وبعظمك لأجل نعمتك الغنية اللي يا رب دورت علي وجابتني يعطي الموعي قدرة والعديم القوة يكسر شدة الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعصورا أما منتظروه الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنصور تقدر تقول للرب النهاردة أنا مستنيك أنا بشكرك لأنك أنت اللي بتقدر تدي قوة وتدي نعمة وتقدر تكمل معايا تزبط الزمن وتحط إيدك في ظهري وشايفني في مكاني لكن كمان أنا مصدق في حكمتك وصلاحك وفهمك لكن كمان بشكرك لأجل النعمة الغنية اللي دعيتني بيها هتكمل معايا ليوم مجي يعني بصل ليك وليكي الأيام اللي جاية تبقى في ملء مشقته وملء قوته وملء خطته والرب معاكم إلى اللقاء في حلقة جديدة